زي ما انت عارف انت مثلا في اوروبا بيخطر حسن اللاعب ليه التشكيل الامسل ليه بالارقام الحاجات دي كلها لكن احنا هنا في افريقيا الموضوع ايس على كده كمان خلا بك احنا منتكلم على الجوائز ايس على كده كمان التحكيم الافريقي لانا لو انا مدير كراف النادل مصر عانيت منه عانيت منه انا مش عارف اقوله ينفع اقوله الكلام دي على الهوة لكن اللي هو لأ رشوة عين عينك والله حقيقي انا بالدلائل كده يعني انا اقولها بقى وربنا يسطر بالدلائل كده حكم مطش المصر ونهضة بركان كان عايز فلوس قبل المطش فمجلس الادراءة قال لك لا احنا مش هندفع لحد حاجة شو طلق اولان اتنين اتردوا سكنت كريم الكلام ده خطير انا بقول لك على اللحظة انا رجع المطش اتنين اتردوا من النادي المصر طب ما عليش انا اعلمش عن كلامك صحيح لماذا لم يقدم النادي المصر وقتها شكوة قدمنا شكوة لا يعني اقول ان الحكم طلب مني ايه ليزبت النهاردة حتى الواتس بتاع الشات هو اكيد محمي اهو مش خلي بالك الكلام ده اسو في افريقيا كلها انت بتروح برضو في بلاية كتيرة جدا انا بقولك على الحقيقة انا بس ما اقدرش عممها عشان يعني برضو ما هو في حكام لا في حكام كويسين جدا لكن هي موجودة وما ينفعش نلغيها انا ما اقدرش عممها في حكام كويسين جدا جدا لكن برضو من ضمن الفساد الافريكي ان التحكم الافريكي مش حسن حاجة الناد الالف اوات كتيرة جدا يعني من التحكم الافريكي خارج ملعبه الزمالك هتلاقي المصر هتلاقي اي فريق مصر بس بجانب الفساد يعني سيبك من قصة الفساد بس انا بشوف ان الحكام اللي في افريكيا في كتير منهم مش مؤهلين بشكل جيد انهم يحكموا على مستوى الفني يعني بعيد عن سلوكياتهم انت اللي انت بتحكيره ده حالة خلاص انا معاك فيها بس معظم الحكام في حكام كتير مش كويسين مش مؤهلة انها تبقى فنيا ان انت تدير مطشاط في ابطال افريكا او حتى كونفيدرلاي فانت بناء على ايه برضو هنرجع لنفس الكلام انت القيم والمعايير عندك ايه في اختيار حكامك هي هي نفس الكلام انت كمان القيم والمعايير ايه لما تحط مثلا جدوى للمطشاط وتلاقي ده ما ضغط في ده وضغط في ده انت حتى مش مدي فرصة للاتحاد المصري او اي اتحاد تاني يقدر ينظم عكس البطلات التانية هتلاقي ابطال اوروبا دايما منظمينها انت عارف الاربع والتلات ابطال اوروبا الخميس الدور الاوروبي فكل حاجة انت عارف ماشي بنظام فانت بالتالي بتقدر تحط الجدول بتاعي